بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مع اسم الله تعالى القابض ومع اسمه جل وعلا الباسط وقد قال الله تعالى في القرآن والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون هذا الاسم الكريم ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه إن الله هو الخالق القابض الباسط الرزاق المسعر وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال هذا حديث عظيم ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسم الله تعالى الخالق واسمه القابض الباسط والرازق والمسعر سبحانه وجل فعلاه والقبض خلاف البسط والانقباض خلاف الانبساط وقبضت الشيء إذا أخذته بجميع الكف وتناولته تناولا والبسط نقيض القب وهو النشر والسعة وقد يقال إن فلانا بسيط الجسم أي مبسوط الجسم أي فيه سعة وامتداد وزيادة قال الله تعالى في الكتاب وزاده بسطة في العلم والجسم إذن القبض يخالف البسط أو يقابل البسط والله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل إذن سبحانه وجل فعلاه ذكر البسط والقبض وذلك من أفعاله وفي يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وآله يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض وهذا في الحديث المتفق عليه ومعنى قول الله تعالى يقبض ويبسط أي يضيق على من يشاء ويوسع على من يشاء بمقتضى حكمته ورحمته سبحانه الباسط سبحانه والناشر فضله على عباده يرزق ويوسع ويجود ويفضل ويمكن ويخول وهو سبحانه وتعالى يعطي عباده أكثر مما يحتاجون وأعظم مما يسألون سبحانه وجل في علاه والقابض سبحانه يقبض الأرواح بالموت الذي كتبه على عباده والباسط يبسط الأرواح في الأجساد وهو سبحانه يقبض الصدقات من الأغنياء ويبسط الرزق للضعفاء ويبسط الرزق أيضا على الأغنياء ويفيضه ويوسعه ويقبضه عن الفقراء فيقدر عليهم أقواتهم وأرزاقهم وهو سبحانه يبسط القلوب بما يفيضه من بره ولطفه وإنعامه ويقبضها فيضيقها حتى تضيق على أصحابها أنفسهم وهذا أثر لهذه الصفة ولذلك الفعل منه سبحانه حتى قد تضيق الأرض عليهم بما رحبت فهو سبحانه إذن يقبض الأرزاق والأرواح ويبسط الأرزاق والقلوب هو قابض هو باسط هو خافض هو رافع بالعدل والميزان ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه دعا ربه وأثنى عليه ثم قال استووا حتى أثني على ربي فصاروا خلفه صفوفا فقال اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت سبحانه وجل في علاه من آداب هذين الإسمين الكريمين أن يذكر معا لأن تمام القدرة والحكمة بذكرهما معا ألا ترى أنك إذا قلت إلى فلان قبض أمري وبسطه دل بمجموعهما أنك تريد أن جميع أمرك إليه وتقول ليس إليك من أمري بسط ولا قبض ولا حل ولا عقد إذا أردت أنه ليس إليك من أمره شيء إذن إذا ذكر القابض فليذكر معه الباسط وإذا ذكرت القابض مفردا عن الباسط كأنما قد قصرت بالصفة على المنع والحرمان دون العطاء وإذا وصلت أحدهما بالآخر فقد جمعت بين الصفتين وهذا ينبئ عن وجه الحكمة فهو يقبض ما يشاء ويبسط ما يشاء سبحانه وتعالى يقبض ويبسط بحكمته ورحمته بعلمه وقدرته بقوته وقهره والكمال في اقتران هذين الإسمين الكريمين والقابض الباسط يورث القلب محبة له سبحانه كما يحمل القلب على تجريد التوكل عليه وتفويض الأمر إليه وهو يدعو العبد إلى أن يرضى بما قسم الله تعالى له من رزقه وأن يسأل الله تعالى أعظم البسط وأفضل البسط وهو بسط الرحمة والهداية على القلب حتى يستضيء بنور الإيمان ويتخلص من آثار الذنوب والعصيان كما قال الله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وأن يستعيذ بالله من قبض يورث القلب تضييقا كما قال الله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يبسط أرزاقنا وأن لا يضيق علينا في دنيانا ولا في قبورنا ولا في آخرتنا إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر